موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تطورات المشهد السياسي اليمني ودعوة المندوب الروسي لانعقاد مجلس الأمن حراك سياسي مكثف يشهده الملف اليمني في أروقة المجتمع الدولي هذا الحراك يبدو دون فعالية وتكرار للمواقف السابقة الداعية في مجملها إلى استئناف المسار السياسي الجديد الجديد هو دعوة المندوب الروسي في مجلس الأمن لانعقاد المجلس حول اليمن هذه الدعوة جاءت بعد بيان سابق للموقف الروسي أبدى فيه تحفظاته من مواصلة المعارك في الساحر الغربي هذه الدعوة ودلالات توقيتها ومد ارتباطها بوضع الميليشي العسكري والسياسي وما الذي يمكن أن تأتي به الجلسة المرتقبة ستكون موضوع نقاشنا لحلقة اليوم وسنناقشها في محورين ما الذي يمكن أن يأتي به الحراك السياسي الحالي في الملف اليمني وما أبعاد الدعوة الروسية لانعقاد مجلس الأمن بخصوص اليمن حضور مكثف للملف اليمني في أروقة المجتمع الدولي وتصريحات متتالية تصب في مجملها على حث الأطراف للعودة إلى المسار السياسي العاثر هذه التحركات استؤنفت باجتماع لسفراء الرباعية تمهيدا لاجتماع على المستوى الوزاري الذي لم يحدد بعد موعد انعقاده ومحاور نقاشه الجديد حتى الآن في نتائج هذا الحراك هو تكرار لمواقف الأطراف الدولية السابقة ابتداء من الموقف الأمريكي الذي خرج بلسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر بتوجيه دعوة للأطراف اليمنية للعمل على إيجاد سلام مستدام خلال هذه التصريحات وقبلها وبعدها بدى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكثر نشاطا في تنقلاته بين العواصم العربية والأوروبية لحجد الدعم لمبادرته التي لم يتضح بعد تعديلها من عدمه وفي خضم هذا اللغة تبدو دعوة المندوب الروسي لانعقاد مجلس الأمن أكثر التطورات المهمة بالنظر إلى التوقيت ودلالاته وطبيعة الموقف الروسي الذي يبدو دبلوماسيا في تأييد الانقلابين ومتحفظا في تعامله مع الشرعية هذه الدعوة أيضا جاءت بعد بيان سابق تحطظ فيه الموقف الروسي على محاولة قوات الشرعية التقدم باتجاه محافظة الحديدة متعللا في تحفظاته على الكلفة الإنسانية التي يمكن أن تخلفها المعارك إن تواصل اندلاعها في جبهة الساحل الغربي إذن ما هو الجديد في دعوة المندوب الروسي وهل أصبحت الميليشيا راضيخة للدخول في حل سياسي ذلك ما ستكشف عنه تطورات القادمة ومنها نتائج الجلسة المرتقبة مرحبا بكم مشاهدين أكرام وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز من الشارقة مساء الخير دكتور عمر مساء النور على مساء الأمر مرحبا بك دكتور تحرك أخير وحراك كبير بخصوص الملف اليمني في أروقة مجلس الأمن برأيك ما الذي سيأتي به هذه المرة فيما يتعلق بالتحرك السياسي والدبلوماسي على خط الأمم المتحدة وتحديدا على خط مجلس الأمن الدولي لن يأتي بشيء جديد لسبب بسيط جدا أن هناك قرار أممي اتخذ برقم 22-16 وهذا القرار الأممي لم يفعل حتى الآن من الناحية الإجرائية ونحن نعرف أن تفعيل مثل هذه القرارات التي تتخذ في مجلس الأمن لا يتم إلا من قبل إرادة سياسية لأحدى الدول الكبرى وخاصة لولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن الولايات المتحدة في سالف الأيام في وارد أنها تغلب هذا القرار لأن الملف اليمني بالنسبة لها ليس أولوية ملحة كما كان الحال في كوستبو على سبيل المثال للحصر الجانب الثاني أن هذه المسألة دخلت في نطاق دوع من التوازن الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والعضاء الدائمين في مجلس الأمن والذين ظلوا يراهلون على أن العملية السياسية ستأخذ مجرها من خلال إقناع الأطراف المختلفة ومن خلال جهود الأمانة العامة وجهاز الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي نعرف أنه جهاز للتقريب وجهاز النظر في الفعل ولا يمتلك أي قوة كاهرة ولا ملزمة لأي طرف من أطراف الصراع في اليمن أو خارج اليمن وتبعاً لذلك الجديد في الموقف الروسي هو الاستمرار على خط البحث عن حل السياسي باعتبار أنه لا حل آخر في الحل السياسي الآن المشكلة هي أن الأوضاع الميدانية على الأرض الجامدة وكلما كانت الأوضاع الميدانية على الأرض الجامدة كلما كانت الكلفة البشرية والكلفة العامة لإقتصاد اليمن والإضرار بالدولة اليمنية أكبر وأكبر ومن هذه الزاويات يتفكر المجتمع الدولي في أفقنا وربما إلى حد كبير جداً للتحالف العربي في أن يكون هناك حل بكيفية معينة أن يكون حل ميداني وهذه المسألة دلت الوقاعة على الأرض حتى هذه اللحظة أن هذا الحل ميداني يتباعد يوماً بعد آخر لأسباب أسنى بصدر تفصيلها هنا والحل السياسي أيضاً يتباعد من جرات تعنة الانقلابيين على وجه التحديد ورهانهم على الزمن الرهان على تمديد الوضع الميداني لما لا نهاية الأمر الذي سيجعل التكلفة والثمن باهظاً على اليمنيين المتضررين نعم ولكن دكتور كما تعلم الرئيس عبد الرب منصر هادي عندما التقى بولد الشيخ مؤخراً أكد على رفع الجاهزية القتالية للقوات العسكرية وقال بأن الهدنة دون بوادر لسلام حقيقي ستكون غير ممكنة بسبب تعنة الأكيد الانقلابيين عن ذلك نحن المراقبون السياسيين لا نعرف المسائل الميدانية والمسائل المجلسية العسكرية ولهذا سننتظر نتائج إن لم يكن هناك حل ميداني حقيقي على خط الحديدة وتعز لن يكون هناك حل في صنعها بمعنى آخر ما زالت الميليشيات مسيطرة على العاصمة ما زالت مسيطرة على تائز بشكل غير مباشر من خلال محاصرة هذه المدينة الكبرى في اليمن ما زالت متواجدة في الحديدة ما زالت متواجدة في بعض مناطق شبه ومعرف وهذا أمر غريب جدا بمعنى آخر أنه الحكائق تدل على أن التقدم الميداني لا يثير بوثيرة متناغمة متجانسة على مختلف الجبهات ونحن لسنا دعاة حرب ولا نتمنى أن تستمر الحرب ولكن في نهاية المصاف لابد أن تكون هناك وقاع من موسى على الأرض حتى يتم التحدث عن أن هناك تقدم ميداني أو قابلية لتقدم ميداني ما نتمنى جميعنا أن يكون هناك حسب سواء بالمعنى السياسي أو بالمعنى العسكري ولكن لا أرى شخصيا كمراكب عام وفقا لحسن الموقف بطريقة راديكالية كما قد يتبادل لديهم طيب دكتور عمر تكرم بالبقاء معي وأسمح لي أن أشرك معنا في الحديث من العاصمة العمانية مسقطة الباحث والأكاديمي عبدالله الغيلاني مساء الخير دكتور عبدالله مساء الخيرات سياكم الله والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء مرحبا بك دكتور أنت كيف تقرأ دعوة روسيا هذه المرة لعقد جلسة بخصوص الأزمة اليمنية هل يمكن أن تأتي بجديد لا سيمة وهذه الدعوة من قبل روسيا وربما الإنقلابيون يعني هناك يعني ربما تقارب للموقف الروسي معهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحسب أن دعوة السفير الروسي في المتحدة لعقد جلسة لمجلسة تناقش فيها القضية اليمنية هو تطور طبيعي لما حدث من قبل فنحن منذ المبادرة التي أطلقها الوزير الخارجي ثم جاءت تصريحات ثم تصريحات السفير الأمريكي في اليمن عدة مرات أنا أتصور أن هذا تصور طبيعي على المستوى الدبلوماسي ولكنه يبقى تطورا شكليا أنا قد في مناسبات سابقة أن القضية اليمنية الآن بسبب أو بفدد التدوير الفرقاء الإقليميون الفرقاء الدوليون كأنهم اتفقوا على تدليل القضية اليمنية وبالتالي تعوينها وهذا الذي يحدث الآن يعني هذه الاستحقاقات لهذا التوجه الإقليمي ولهذا التوجه الدولي فعلى المستوى الشكلي هو تطور طبيعي ولكن على المستوى الجوهري هل هناك أفق لحل سياسي وفق المعطيات القائمة في أسلاح اليمنية اليوم أنا أقول لا الحل السياسي في اليمن مرتبط قطعا بتطورات الميدانية وتطورات الميدانية لا تخدم الحل السياسي الموضوعي المشروع الذي تسعى إليه الحكومة الشرعية إذن على المستوى الشكلي هذا تطور طبيعي وأنا أحسب أن هناك خطوات أخرى قادمة على المسؤول الدوليون ولكن على المستوى الجوهري وهذا هو المهم القضية مطلطة بسدوى تطورات ميدانية وهذه لم تحدد إلى الآن وقع الآن السؤال ما هو موقف الحكومة الشرعية الحكومة الرئيس هذه من كل هذه الحزمة من التطورات أيضا ما هو موقف التعالف العربي الذي يقود العمل الأسكري على الساحة اليمنية ربما موقف الحكومة الشرعية في اليمن بدأ واضحا من خلال دعوة الرئيس عبد الربو مصرهادي لرفع الجاهزية القتالية وأن أي هدنة أو أي صلح حاليا غير ممكن لا سيما بعد تعنت الميليشيا وعدم وجود أي تقارب لأي دعوة سلام مقدمة من قبل ميس الأمن أو من الدول الرباعية أو ما شابه ذلك هذا صحيح ولكن ما يفعله الرئيس هذه وحكومته يثير في اتجاه والواقع على الأرض يثير في اتجاه آخر سواء على الصعيد العسكري أو على صعيد لتطور العملية السياسية فالتحالف العربي المجتمع الإقليمي المجتمع الدولي كأنهم يثيرون وفق حزمة معينة مستفق عليها الحكومة الشرعية تضرد خارج السرب ما هي هذه الحزمة من وجهة نظرك دكتور هذه الحزمة التي يعني يتجع من خلالها الموقف الدولي ما هي من وجهة نظرك التمحور حول مقولة الحل السياسي في اليمن الآن كل انفرقاء المعملين بالطوية اليمنية بما في ذلك انفرقاء المتصلين أو المكونون للتحالف العربي المجتمع الدولي حتى إيران دخلت على هذا القطم من بجلعاتها السابع فكل هؤلاء يسيرون في اتجاه بين قوصين الحل السياسي الحل السياسي ليس لو أفق صريح واضح يمكن أن يتكى عليه حكومة الرئيس هذه كأنها متشبتة بإحداث تطور على ميدان على الساحة العسكرية كأنها لا تزال متمثقة بمقردات أو باستحقاقات القرار الدولي 22-16 وكأن هذا القرار يعني المجتمع الجولي الآن والفرقات اليمنيون كذلك كأنهم أعرضوا إعراضا كاملا عن القرار الأممي 22-16 كأنهم الآن يلعبون خارج هذه الدائرة فأي حل سياسي خارج استحقاقات القرار الأممي 22-16 سيكون حلا عبتيا وسيكون شرعنة للاستلال الحوثي لليمن وسيكون مجرد إعادة إنتاج يعني هذا الفصيل مرة أخرى ويعني هذا يعني أن اليمن تتهيأ الآن كل هذه التوجهات كأنها تؤسس لجولة أخرى من المعاشر ومن الفواقر في اليمن وهذا ما لا يريده أحد أو ما لا يتمنه أحد نعم طيب دكتور أعود للدكتور عمر عبد العزيز من الشرق دكتور عمر هل باعتقادك هذه الدعوة الروسية جاءت كنوع من إلزام الحكومة الشريعية وأيضا طرف الإنقلاب بالعودة للحل السياسي طريقة الحل الدعوة الروسية تنطوي على هذه المثالة ولكنها تنطوي على هذه المثالة بالطريقة الروسية وعلينا أن نفهم أن الدبلوماسية الروسية والطريقة الروسية هي تتسم بالتؤادة بالتدرج الهدوء حد المزوجة بمعنى آخر أن هذه الدبلوماسية الروسية التي حرفت على مدى التاريخ السابس وهي دبلوماسية في نهاية المطاف تحافظ على بعض التوابط وتحافظ على رؤية خاصة ومفارقة بهذا القدر وذاك لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية روسيا اليوم تهيئ نفسها كقوة بل لا تهيئ نفسها ولكنها الحقيقة الموضوعية هي قوة حقيقية وازنة في الساحة الدولية وهذه القوة الوازنة في الساحة الدولية لها حضورها التاريخي في اليمن كما هو الحال في كامل العمق العربي وبهذا المعنى في الدبلوماسية الروسية تفعل باستعادة هذه الأدوار وتعتقد جازمة بأنها تستطيع أن تفعل شيء في هذا الباب نحن هنا الآن نتكلم عن حقيقة واضحة وموضوعية وهي أن المسار البيداني للعمليات الأسكرية والمعالجات السياسية من قبل الشرعية لعديد من الملفات المعقدة وهو المتراكمة ما زالت ليست في مستوى انتهاز الفرص إجاز التعبير بالمعنى التراجماتي بالكلمة خلال السنتين الماضيتين كانت هناك فرص استثمائية وكبرى أمام الشرعية لكن هذه الفرص الاستثمائية والكبرى لم يتم الاستفادة من هذه الأسباب تتعلق بالترويكا القائمة في المعادلة السياسية هل لا زال باعتقادك دكتور أمام الحكومة الشرعية فرص يمكن استغلالها أم ربما ذهبت هذه الفرص كل فرصة عندما تكون مواتية في لحظة ما من الزمن إلا تستغل فتضيع الذي حصل خلال سنتين الماضيتين أن الإدارة السياسية كانت خائدة إلى حد كبير جدا لكن هذا يعني أن الجميع كانوا خائبين وليست كل شرعية في خطأ لكن كان هلالك إدارة بذات العقلية السابقة التقليدية التي خرجت من راحي من النظام السابق ومثل هذا اللوع من الإدارة كانت يراهم تماما على المعطيات الإقليمية والدولية ويريد أن يحمل التحالف العربي الأمور المرتبطة بالأوضاع الليجانية الداخلية التفصيلية التي يقدر عليها اليمنيون أكثر من غيرهم على كل حال نحن 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 هنا بصدد استعادة الماضي واستقرار التفاصيل المختلفة ولكن أنا أعتقد باختصار شديد أن الموقف الروسي يصد في مجرى دعم العملية السياسية على قاعدة من التوازن وهذه القاعدة في تقدير الشخصي تنطوي على استبعاد إجراء الترويكة السياسية المتموضعة فيما يسمى بالتنائية الإجرائية للتمرد والشرعية هناك جزء من هذه الترويكة السياسية في تقدير الشخصي من صالح اليمن تماما أن تبتعد صواعية عن المعادلة السياسية وتطلق البيدان لدماء جديدة وبقوة جديدة ولعقول نيرة بدلا من تلك العقول والمجامع التي تمرد في حدث نعم 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 طيب دكتور هل تعتقد بأن التحرك الروسي له أيضا علاقة بالموقف السياسي والعسكري للانقلابيين لا 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 هذا نوع من التبسيط في تقديري شخصي روسيا لاحظت أولها منصاتها الخاصة وملفاتها مع اليمن بالمناسبة مفتوحة منذ الحرب العالمية الأولى وليس من الآن نعم طوال مع اليمن الشمالي أولا ثم بعد ذلك مع اليمن الجنوبي لاحقا لذلك أن ملفاتها مع الشمال كانت أقدم من أي قوة دولية والملفات مع الجنوب كانت راسخة ومرسخة ومكرسة على مدى 30 عام نعم وطبعا لذلك فإن أجندة روسيا في اليمن هي أجندة تفطيلية واضحة المعالم بناءة في أفق الماء وأجندة لا تشابه إلى حد كبير جدا أجندة الولايات المتحدة الأمريكية هل تبدو على الأقل نعم من الصالح ولا حتى بعض الجماعات السياسية الأخرى نعم سؤال أخير أودعك فيه دكتور هل يمكن اعتبار بأنها تبدو أقرب دعما للشرعية ضد الانقلاب أقصد الموقف الروسي وروسيا روسيا في منزلة بين المنزلاتين لا تدعم الانقلاب تدعم الحل السياسي تدعم القرار الأممي تدعم الشرعية ولكنها لديها حسابات متعددة باعتبارها دولة كبرى مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية علينا أن نفهم أن الدول الكبرى لا تلعب بكروت ضيقة ومحدودة وبسيطة ولكنها تتصل بكل الأطراف وتحافظ على توازنات النوع الماء وتعمل بطريقة مختلفة إلى حد كبير جدا عن حساباتنا السياسية وهي بهذا المعنى لا تأمين إلى الأطرافات الحادة ولا تأمين إلى المواقف المفاجئة ولا إلى العواطف والوجدانيات بل إلى حسابات دقيقة ومن حد الزاوية علينا أن نقرأ الموقفين الأمريكي والروسي تماما كما أن علينا أن نقرأ أيضا المواقف الإقليمية ذات الطادع الراشق نعم أشكرك جزيلا شكرا الدكتور عمر عبدالعزيز المحل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة وعودة إلى مسقط مع الدكتور عبدالله الغيلاني دكتور عبدالله هل يمكن لروسيا أن تأتي بما لم تأتي به الدول الدول الرباعية في اجتماعاتها ورؤيتها ليحل الأزمة في اليمن كلا كلا أنا أحسب أن كل هذه القوى سواء روسيا إيران بعض القوى الإقليمية ولكن السحب الأمريكية سلطنت عمان كذلك داخل في هذا الإطار كل هذه القوى الإقليمية والدولية يبدو أنها متفقة على حد أدنى من الكليات ومن المقاصد العامة ما يتعلق بمقاربة الأزمة اليمنية لا أحسب أن هؤلاء الفرقاء هذه القوى تريد أن تثبت الشرعية وأن تثبت يعني انكثارا حادا يعني تصابي الحوثيون وإلا فهم قادرون على تبكيك هذه القوى العسكرية الحوثية وبتحل إحداث اكتراب على المستوى الميداني هذا الاكتراب سوف يمحد لحظ سياسي أكثر مبجا وأكثر يعني موضوعي هذا يعني غير وارد في الحسابات الإقليمية والحسابات الدولية الآن أخي الكريم الأزمة اليمنية بعد أكثر من ثلاث سنوات احتلال صنعاء الذي حدث في 2014 رح نقول في 2014 لا يمكن للرافض أو الباعت أو المحلل أن يكتفي بالنظر إلى المعطيات الصدقية لا بد أن تغوز في أعماق الأزمة لا بد أن يعني تفتك أو تزيل يعني بعض ما يعتزد سبيل التحليم الموضوعي العلمي أنا أقول أن الاتجاه الإقليمي والاتجاه الدولي الآن وهذا استنتاج يعني بعد رصد علمي رصين وعنيق لأكثر من ثلاث سنوات أنا أحكب أن هذه القوة الإقليمية والدولية لا تريد يعني أن تثبت الحكومة الشرعية وأن تزيل هذا الخطر الحوطي إزالة كلية كل ما يحدث الآن هو مناورات تدين للقضية اليمنية هذه الحلول الفياسية المطلوحة الآن لن تقود إلى حل في هذه موضوعي يعيد للشحب اليمني فقوطه التي تم يعني أخذها منه بالقوة نعم طيب يعني الكرة كما يقال هي تم العد الحكومة الشرعية أنا أعلم أن الحكومة الرئيس هذه لا تملك المكنة الاستراتيجية إلى حد إلى هذه اللحظة ولكن تستطيع أن تبني نفسها وأن تكسب شيء من القوة يمكنها من أن تكون لاعبا حاضرا قويا مؤثرا في مثل هذه المحافلة الدولية والقيمية هذا غير متحقق فلن الآن يعني فقضى الأمور بعيدا عن الحكومة الشرعية هل الحكومة الشرعية عادقة من حيث المكنة من حيث إمكانية أن تبني قوة كلا هي تمني كثير من الأوراق ولكن أنها لا تستخدم هذه الأوراق ويبدو أنها قد استكأت استكاءا كثيرا جدا على الحلفاء الأقليمين وهذا لا يصطح في العمل السياسي أنت لا يمكن أن تضع كل الأوراق في كفة واحدة فالكرة الآن هي في ملعب الرئيس المزموعة وأحسب أنه قد آمن الأوان لأن تخدج الحكومة الشرعية تحولا سواء في تركيبتها السياسية في مقارباتها الاستراتيجية في علاقاتها الإقليمية والدولية ما لم تجري مثل هذه التحولات الاستراتيجية على المقاربات على الرؤى السياسية على القوة التي تمتلكها هذه الحكومة على الأرض ما لم يحدث هذا فستبقى الأزمة اليمنية يُعبت بها من قد القوى الإقليمية والقوى الدولية نعم دكتور التحول الذي تتحدث عن بالنسبة للحكومة الشرعية في اليمن هل تقصد به تحرك سياسي أكبر أم ميداني وعسكري أقصد به اجتراح رؤية استراتيجية جديدة على ضوء المعطيات التي حدثت عبر الثلاث سنوات الماضية أولا الحكومة يعني عاجز استراتيجيا فعليها أن تُعيد النظر في هذه المسألة وأن تُعيد منها القوى العسكرية ونحسب أن الشعب اليمن اليوم على استعداد أن يضحي من أجل حريته من أجل كرامته من أجل دهر هذه العقوىات التي تحكم اليمن اليوم ولكن الحكومة الشرعية لا تستمر هذه القوى الكاملة في الشعب اليمن هذه واحدة اكتساب المكنة الاستراتيجية التي ربما تقود إلى إحداث حولات ميزانية المقاربة السياسية الآن ثلاث سنوات نفس المقاربة السياسية الاعتماد على هذه المقاربة العباتية تارف الكرومي وتارف الرياض وتارف عمان وتارف مسحط والآن في يعني انيورك تلابد أن تبلور الحكومة الشرعية مقاربة سياسية جديدة ولابد أن تستوعب أن أحسب أن هناك بعض القوى في الشارع اليمن ليست مستوعبة في معادلة الصراع لا أكاد أسمع حمسا لقوة كبيرة جدا مثل حزب تجمع اليمن الإصلاح وهي قوة فائلة ضاربة ليس لها خضور على المستوى السياسي حكومة هذه أيضا تشتديد للبغوط الإقليمية التي تدفعها إلى إقصاء يعني حزب بهذا الحجم كذلك حتى على مستوى إدارة من المناطق المحررة في الجنوب تقديم يعني خدمات معيشية يعني تحقيق الاستقرار السياسي والأمل في هذه المناطق هذا كله لم يتحقق تصور أن نتعز منذ فترة طويلة جدا وهي لا تزال محاصرة لم تشهم يعني معركة تعز الأمان الحديدة وهي الميناء الرئيسي لا زال بيدي الحديين إذن ما لم تحدي تحولات على المستوى الاستراتيجي فأنا أحسب أن الحل السياسي في هذا قبع إذن واحدية الرأي كما تقول دكتور ربماهيا السبب الرئيس في عدم إحداث أي اختراق من قبل الشريعية لإنجاز سوى حل سياسي أو أيضا تقدم عسكري على أرض الميدان أليس كذلك نعم 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 وأنا في هذه اللحظة من الزمن في هذه اللحظة الأرجة من الزمن التي تمر بها الأزمة اليمنية يعني أدعو الحكومة الشرعية إلى إجراء حوار وطني جديد يعني القوى المؤيدة وهي يعني السواد الأعظم من السيارات واللحظة الساب وشخصيات والقوى المستقلة السواد الأعظم منها يعني يشتطنع الحكومة الشرعية فأدعو الحكومة الشرعية حكومة الرئيس هذه إلى إجراء حوار وطني على ذرار الحوارات الوطنية التي كانت سلقت قبل والخروج برؤية جديدة محاربة سراتيجية لكيفية التعامل الآن لم تعد القضية اليمنية قضية إسليمية وإنما تحولت إلى قضية ديليل يعمل فيها الفرقاء الدوليون روسيا يا أخي الكريم نحن نعلم ما الذي يمكن أن تضي إليه دعوة تفودها روسيا روسيا ليست صديقة للمنطقة روسيا لديها مشروع وقد تجلى هذا المشروع في موقفها من الأزمة السورية يعني ما ينبغي كفى تعويلا على الفرقاء وعلى القوى الدولية والأكلمية فعلى الشعب اليمني أن ينتزع المبادرة وأن يعيد ترتيب الأوراق من جديد كيف يمكن نعم دكتور عبد الله سؤال أخير كيف يمكن أن ينتزع الشعب اليمني هذه المبادرة وكما تعلم إصرار الميليشيا وأيضا دائما أنت ما تتحدث بأن الميليشيا لا يمكن أن تنصاع ميليشيا الحوثي أقصد والرئيس المخلوع إلا عن طريق القوة ولا يمكن أن يحدث أي تغيير في اليمن إلا بالقوة نعم أخي هذا من طباع الأشياء يعني من الذي من الذي يجبر هؤلاء على إعطاء تنازلات على تسليم السلاء وعلى الانسحاب الصنعاء وعلى العودة إلى الكهوب في صعدة وغيرها من الذي يكرث يعني الفوثي وفلسائيه على تسليم هذه التنازلات ميزان القوة لا يجبرهم على هذا فأنا أقول لابد من إحداث اختراق التراتيجي لابد من إحداث تحول جوهري على ميزان القوة عندئذ سيجد هؤلاء أنفسهم مضطرون لتقديم هذه التنازلات عندئذ يمكن الحديث عن حل سياسي حل سياسي جوهري حل سياسي دائم حل سياسي يؤسس لإستقرار دائم في اليمن وليس حلول سياسية هشة تؤسس لفتنة قادمة في اليمن فالآن الحكومة الشرعية تستطيع أن تفعل هذا عبر حوار وطني يمني يجمع القوة المؤيدة للحكومة الشرعية بل ورث رؤية سياسية ومقاربات السوابية جديدة سوف تجبر اللاعبين الاقليميين واللاعبين الدوليين على الإذعان وعلى القبول بما يختاروا الشعب اليمني ما لم يحدث هذا وتبقى الأزمة اليمنية يتناعب بها في أروقة المنظمات الدولية والاقليمية وبالتالي الشعب اليمني للأسف هو الذي يتبع الثمن البائض وهو الذي يعني هذا الشعب المنقود حقيقة لذلك أنا لست تغيب أي هدنة لست تغيب أي هدنة حتى يستطيع الشعب اليمني أن يلتفق ألفاته وأن يعني تقدم له شيء من المعونات أعينه على الحياة الكريمة أشكرك جزيلة شكر للباحث والأكاديمية الدكتور عبدالله الغيلاني كنت معنا عبر الهاتف من مسقط والشكر أيضا للدكتور عمر عبدالعزيز الكاتب والباحث السياسي كان معنا من الشارقة والشكر موصولكم على حسن المتابعة تقبلوا تحايا وعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميت كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوائل حدث حفظكم الله والوطن السلام عليكم اشتركوا في القناة